التبرع بكامل الثروة اللي هو 32 مليار دولار أو بميقارن 120 مليار ريال سعودي طبيعي الحال هذا نعم هي كامل الثروة والحمد لله التي أتت من خير منك ربيع السعودية طبعا هذه الأموال كلها ليس فقط في شكل مبلغ قابضة هي أضمن في متلقات خاصة محلية ومتلقات خاصة إقليمية ومتلقات خاصة عالمية ومتلقات خاصة داخلية فهناك شقوق كثيرة للمبلغ هذا أما من السؤال الثاني طبعا منسبة ردود فرع المساهمين بطبيعة الحال لا يجب أن يكون هناك أي ردد فعل المساهم لأن أنا لم أبيع ولن أبيع أي ساهم شكل مبلغ قابضة بطبيعة الحال نحن نعتمد في مستطلة الإنسانية على ما يتم تمويله من شخصيا لها وأحد الرافض الأساسية للصرف على مستطلة الإنسانية هي الأرباح التي من أسهم الأملكها في شكل مبلغ قابضة فبطبيعة الحال من الصعب أن نستغني على مصد الرزق أزاسي ومصد الدخل إساسي لأنا شخصيا وهو يوزع لمستطلة الإنسانية حكم المبالغ الكبيرة كل هذه الحمد لله لأن أعمل الله علي بها من جراء وجودي في هذه البلاد الخيرة فأردت إدخال عنصر المؤسساتي في الموضوع هذا بتأسيس وقف خيري اللي يقوم بالصرف على مستطلة الإنسانية وطبيعة الحال نحن كمالك شخصي الآن سأقوم بالصرف وتمويل ذلك الوقف كل سنة هو أول شيء المؤسسة هي تقوم فقط بالصرف المؤسسة هي ليست لن تقوم بإدارة الأموال أبدا المؤسسة هي تستقبل الأموال وتصرف فقط ولا تمول أبدا هي لا تقوم بإدارة لا تقوم بالإدارة والوضع الحالي كما هو الآن أنا شخصيا وأعواني في شكل مملكة القابضة أو في مؤسساتي الخاصة الخيرية طبعا الربحية فهذا نسمع الجواب الأول المؤسسة الإنسانية فقط هي تتلقى الأموال وتقوم بالصرف فقط